أكيد كل جماهين النادي الأهلي في كل مكان بتنتظر وبتترقب مواجهة بكرة إن شاء الله أمام مودرن فيوتشر اللي هتقوم على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي بالإمارات هذه المباراة التي ستقام في نهاية بطولة كأس السوبر الأبطال في نسخته الجديدة وثوبه الجديد طبعا هذه النسخة بيشارك فيها أو شارك فيها أربع فرق الأهلي وفيوتشر ووصلوا للمباراة النهائية وبيرامد زواسرة ميكا كلوبات راح يلعبوا المباراة على التالت والرابع مواجهة الحقيقة تعني الكثير والكثير للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة سويسري مارسل كولر من اليوم في المية عايزين يتواجوا باللقب نادي الأهلي عايز يتواج باللقب لتأكيد على جدارة النادي الأهلي على المستوى المونديال المونديال واللي حصل فيه ووصلنا إلى تالت العالم للمرة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي من تسع مشاركات وأيضا على المستوى المحلي بعدما نجح مارسل كولر نجح أن يقود النادي الأهلي للتتويج زي ما قلت لكم ببرونزية كأس العالم مساء الجمعة الناس كلها هتستغرب يعني هو الأهلي يلعب الجمعة وبعدين يلعب الاثنين وبعدين قبلها جمعة اثنين جمعة وبعدين هيلعب أول مباراة الاثنين وحيلعب يوم الخميس بكرة هذا هو قدر الكبار وهذا هو قدر لعبة النادي الأهلي إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نحصد اللقب الثاني في أقل من أسبوع لأنه إذا كان هذا الأمر فهو بيؤكد على قوة الفريق وعلى قوة اللاعبين وقوة شخصية الجهاز الفني بالرغم من كل السعاب اللي بيمر بيها النادي الأهلي والفريق وعلى رأسها حالة الإجهاد اللي أنا حفضل كل يوم أتكلم عنها حالة إجهاد كبيرة وإصابات زي ما حضراتكم شوفته زي ما حضراتكم شوفته محمد الشناوي وياسر إبراهيم اللي بنسبة كبيرة جدا هيكونوا مش موجودين في مباراة بكرة أو مش بنسبة كبيرة خلاص مش هيلعب الشناوي وحيكون مصطفى شبير أو واحد من الجوانة اللي بقيين هيكونوا هو الحارس الأساسي في مباراة بكرة أيضا ياسر إبراهيم أعتقد أو مش أعتقد هو مش هيلعب بكرة وغالبا هيدخل مكانه رامي ربيعة ده كمان بيتزامن مع رفض اتحاد كرة القدم طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراته يوم الاثنين لليوم الثلاث ويوم الخميس لليوم الجمعة أمام سراميكا كلوباترا اللي كانت يوم الاثنين 24 ساعة وطبعا ده بسبب ديق الوقت وأدى أكيد أثر سلبا على اللاعبين وعلى حالتهم الفنية تتويج ببطولة السوبر يارب يكون نهاية سنة سعيدة لكل لعبة النادي الأهلي ولكل جهاز الفني ومجلس إدارة النادي الأهلي ومن قبل كل دول جمهور النادي الأهلي لعبين عندهم رغبة كبيرة في إسعاد جماهرهم تحقيق بطولة تمنحهم دفعة معنوية قبل توقف المسابقة بسبب انطلاق طبعا بطولة كأس الأم الأفريقية زي ما حضراتكم عارفين مواجهة مودن فيوتشر الأمام الأهلي يعني ما بتكونش دايما مواجهة لطيفة يعني دايما بتكون صعبة مثيرة يعني محدش فينا بيعرف نتيجتها إلا مع صفارة الحكم في النهاية فريق فيوتشر بيدم جهاز فني مميز بقيادة البرتغالي ريكاردو فورمسينيو بالإضافة إلى الفريق عنده عناصر قوية ومزيج من عناصر الخبرة والشباب عشان كده متوقع إن شاء الله بكرة مباراة هتكون غاية في القوة والصعوبة على كلا الفريقان ولكن كل التوفيق إن شاء الله لرجال النادي الأهلي ويستطيعوا التتويج بهذا اللقب في نهاية هذه السنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر